أهم جداً من 2018 أنا أود الكلام من 2018 لكن أعتقد أن دي خبرات كبيرة أميري يعني أن أنت تشتغل في شركة كبيرة زي صلة وأن أنت تشتغل في النادي الأهلي كنائب لمدير التسويق ثم مديراً للتسويق أعتقد أن دي خبرة كبيرة قادرت أن أنت تبني عليها عشان كده رؤية الكابت الخطيب حتى في المؤتمر هو قال الكلام ده قال لك إحنا من ساعة مجينة وإحنا بنبني دايماً كوادر ودي من ضمن الحاجات اللي كانت بتشغل بالنا فعلاً كمجلس إدارة يعني بالضبط فكرة الميزة ممكن اللي جات لي آخر فترة فكرة أن أنت اشتغلت من ناحية النادي اللي هو لصاحب الحقوق واشتغلت من ناحية الاجنسي اللي هي بتبيع الحقوق فالنهاردة وأنا في النادي النهاردة بقت عندك ميزة أن أنت عارف الوكالة وفكر إزاي نظبوط فدي برضو ميزة ممكن تكون لما اشتغل في ناحيتين خلاص بيتعارف الوكالة وبالتالي الرعاب بفكره ازاي فلما يكون عارف كل المنظومة رايحة منين وجاية الفين بتبقى قصة ممكن تكون مفيدة شوية بصدر فكرة الكوادر نفسها بقى زي ما انت لك في الأول الكابتك أنا أنت هو واضح في القصة دي وهو ألهالي من أول ما اشتغلت في النادي وألهالي لما كنت في تعاقدات أنها كانت مسئولية واتها كان واتها الحملة كان كبير جدا انت اشتغلت مدير التعاقدات على طوء يعني تعاقدات بجانب التسويق ما اشتغلتش نائب أو حاجة مدير التعاقدات انهو الكابتن من الوقتها لما اتكلم معايا كان شاف لما شافني في الحتة اللي احنا ازاي عملنا موضوع اللبس ووقت لما تفسخت العاود وتعملت في ثانية خلال أسبوعين ثلاثة لازم كنا نطلع بعقد رعاية جديدة وبس فضائي وليبس بالتعاونة ترسع الشربي طبعا مع الكابتن ومجلس الإدارة فكانت في الآخر الكابتن عنده نظر ان الراجل ده ممكن يكون ليه دور في الحتة دي فيعني كلفك بقى بالتعاقدات